اشتركوا في القناة بما سجلت يوم الخميس الماضي أسعار الدينار 1497 دينارا مقابل الدولار الوحد وفي محالة صيرفة بالأسواق المحلية في بغداد بلغ سعر البيع 1507 دنانير بينما بلغ سعر الشراء 1487 دينارا لكل دولار سجلت أسعار خامي البصرة الثقيل والمتوسط مكاسب أسبوعية في ختام التعاملات الأسبوعية أغلق خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له على ارتفاع قدره 49 سنة ليصل إلى 69 دولار وتسعة وثلاثين سنة للبرميل الواحد وسجل المكاسب أسبوعية بلغت دولارين وثلاثين سنة أغلق خام البصرة المتوسط في آخر جلسة له على ارتفاع قدره 49 سنة ليصل إلى 72 دولار وتسعة وثلاثين سنة للبرميل الواحد محققا بذلك مكاسب أسبوعية بلغت دولارين وثلاثين سنة أعلن المدير العام للتجارة في كردستان العراق نوزات شيخ كامل أنه سيتم حظر استيراد السيارات من موديل 2022 ابتداء من شهر كانون الأول من العام الحالي وأوضح شيخ كامل أن استيراد أي نوع من السيارات ذات الموديل المذكور لن يسمح به بعد نهاية شهر تشرين الثاني من العام الحالي وأشار أنه سيتم فتح المجال لاستيراد سيارة من موديل 2025 بعد هذا التاريخ في حين سيظل استيراد سيارات 2023 و2024 مستمرا كما هو دون أي تغيير أعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيمنح أوكرانيا قردا تصل قيمته إلى 35 مليار يورو لمساعدتها على الصمود خلال حربها مع روسيا وكشفت المفوضية عن القرد أثناء زيارة إلى كييف موضحة أن القرد هو جزء من خطة أوسع نطاقا بين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى لجمع أموال من عوائد الأصول الروسية التي جمدتها لمعاقبة روسيا بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا رأت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغاردا أن التحولات العميقة في الاقتصاد العالمي قد تجعل التضخم متقلبا لسنوات مقبلة وقالت لاغاردا أن التضخم المتقلب قد يعقد الجهود الرمية للسيطرة على الأسعار لكن الاتزام بأنظمة استهداف التضخم يظل الخيار الأفضل بحسب تعبيرها وحذرت لاغاردا من أن الاقتصاد العالمي يواجه حاليا انقسامات أشبه بالضغوط التي أدت إلى ظهور القومية الاقتصادية وانهيار التجارة العالمية والكساد في عشرينيات القرن الماضي بنا هذا الانتقال السريع مشاهدين الكرام إلى أسعار صرف العمولات الأجنبية وأسعار المعادن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نهاية المنجزة الاقتصادي بأمان الله